خلوني أرحب بضيوفي مرة أخرى نجم الكبير كابتن أسامة عرابي ألف مبروك ألف مبروك كابتن يوسف ألف مبروك كابتن بلال أعتقد أداء جيد وأداء رائع للنادي الأهلي باستراتيجية دفاعية واضحة لرينيفايل ما فيش شك في كده مبروك للجاز الفني واللعبين والإدارة والجماهير للنادي الأهلي عدنا من يعني عنق زجاجة أنا بقول لأنه فرقة سانداونز من الفرق الجيدة جدا وأنا بقول لأنه حظهم الوحش أنه الأهلي وسانداونز قبلوا بعض لأنه ده من وجهة نظري كان ممكن جدا يبقى نهائي مبكر يعني مباراة جيدة من النادي الأهلي في مجمل اللقاء باستثناء فترات شوية بعد الهدف اللي اتعادل به سيرينو في الدياة 27 بداية قوية من سانداونز لغاية الدياة 13 فيه فرصة باعتبرها نقطة تحول كبيرة جدا في المباراة والشناوي زي ما كل مرة بقالنا يعني ما شاء الله يعني ربنا يحفظه بقالنا أكتر من سنة ونص بنقول عليه إنه دايما مؤسر في فرقة النادي الأهلي مؤسر في منتخب مصر كرة في الدياة 13 فاول تلعبت من ظهر جيرالدو لما أخذت باله راحت للزاهير حطاها شناو صدها ببراعة كانت في الدياة 3 أو 4 كانت نقطة التحول مهمة النادي الأهلي ابتدى يدخل في اللقاء وشوفنا عرضية المعلول شوفنا عرضية الجيرالدو لغاية الدياة 21 لما النادي الأهلي جاب الهدف فبعد كده هما دخلوا تاني في اللقاء وشوفنا سيرينو متقلق وزي ما شوفنا لعبة الدفاع متقلقة في النادي الأهلي المهم إنه فيه سيطرة وتبادل بين الفريتين في الشروط الأول والنادي الأهلي كان بلعب بتحفظ ثم على هجمات مرتدة الشروط الأولاني خلق خلص بأمان الشروط الثاني النادي الأهلي عمل برضو نفس الاستراتيجية هم ابتدوا يتعبوا ابتدت السيطرة واحدة واحدة تيجي للنادي الأهلي ولما نزل حسين الشاحات رحت له كور كتير جدا لو موافق في التصرف كان ممكن جدا النادي الأهلي ينهي اللقاء بمكسن لكن مجمل اللقاء أداء جيد للنادي الأهلي في الأسلوب اللي كان بيلعب به مستر نينفايرا ومبروك طبعا للنادي الأهلي مبروك لجماهيرو وهارد لك لفرقة سانداونز فرقة جيدة ومحترمة وفوز عادل ومستحق للنادي الأهلي ومبروك لنا تايد تايد